الموضوع الثاني الموضوع الثاني وهو أغلبية كي ساحبون ضعضر والجاج كاك أجيب الورقة ديال الطبيب والعبار أدين ضعضر ديك الساعة غن عجنوليهم وندخلوا ليم الفران ونعطيه ليهم وليس يفتلك منضعضر والورقة مع شي واحد من شي جيه أخرى منضعضر هذه معلومة أي واحد يستعمل النظارات حيث تعدوك عويناتك أكيب غيروا الوقت بشي جي الجاج وبشي تصيب وبشي تقطع على حقه وطريقه أعمر كم تزربو له بتيسين وبقيته أعليل لا ندرا ما كيصيب لكم منضعضر على حقه وطريقه يعني أهم الحويج اللي كيكونوا في المضعضر هي الفينيسيون وحتى لو بتيسين نرح إنسان أنا كنهضر ليكم من ناحية ديالي أنا ما كنهضرش على الاخرين حيث الاخرين ما كيكونوش كيكونوا غلب اللي خدامين معهم وما كيكونوا مخابين كيشوفوا فيكم ولكن تمارا ما كتشوفوه مش أنا لق أنا رامع في المحل ديالي من صباح تالليل كنت في طرف المحل كنت غدا في المحل وكنت عشا فيه باش نبقى واقف على خدمتي حيث مكنش اللي غادي يدير خدمة لو بتيسين حيث هو اللي يقرأ وهو اللي يتعدب وهو اللي يدار الإستاجات وهو اللي يفاهم وهو بزرد الحوج ما غاديش ما غاديش يعطي خدمة توي هذك شي كامل الواحد هذوك غير مساعدين كي يساعدهم لكي يكونوا الخدمة كثيرة والناس كتير وهذا وباشتهوه ما كي كي اللي تاني كي بغي يصيب المنضغضر ومن يجي يحط عندك المنضغضر يقول لك أنا مسافر ما كي بقاش عند لو بتيسين لو شواء أشي دير لي هاش منجاج كي يقول لي بغي تفك من هذك السيد ما يبقاش وقف عليه كل نهار كل ساعة غادي كي اللي غادال سوق ويتمجي حك قفته يقول لك لا ناديز وهو اللي بتيسين أنا حاضي كتام قانتان عنوية سير ربقي جاج ديالك ما جاج سير رعان شوية سير اللي بغي يصيب المضادرات كي يخذ الوقت الكافي كيف يمشي مع الخمسة ديال الصباح عند الطبيب والزحامات وهوض المحلابات اللي تحتي يشرب رايبي ويكل بيض مسلوق ويطلع يتسنن نوبة دياله وتتوصله تن ربع ديال العشية يخصص الوقت اللي بتيسين النقطة الثالثة سأقولها لكم فرانش مو أنا شخصيا كرهت هذه الحرفة لأنه بزاف ديال الأمور كتكون غادة في المعصار ديالها ولكن سبعين والثمانين في المئة من نحرفيين ديال النضارات ما كي همهمش الحرفة كي همهمش كرهت هذه الحرفة لماذا كرهتها؟ كرهت هذه الحرفة كرهت هذه الحرفة لأنه الناس اللي كي يصيبوا انضادر عندهم فكرة خاطئة على الوتيسين ما هي هذه الفكرة الخاطئة؟ أنا لا نهضر على على ذاك الشي اللي كنعيشوا أنا كي بقوا حاجتهم بالزربة؟ من اللي كي يجوا للمحل عدموا انضادر كي يلقوا عندهم الناس وكي يلقوا خدام ولا كي يلقوا كي يعبار ولا كي يلقوا كي يبيع و يشريم هالناس ما كي يشدوش النوبة ديالهم ما كي يحطر مش هدوك الناس اللي قدامهم ما كي يحطر مش هدوك الوبتيسينرا كي يحضر في أرقام و حسابات و كي يحضر في أنواع ربما تخرج منه شي كلمة غالطة و يأخذها الكليان و يحاسبوا عليها كي يكون كي يقومون ضي متال انجاج خصوية يتكونسنترا كل شي بغي حاجتو ديك الساعة و أذكر هدو رعويناتكم أنا لا أريد أن تزربوا عليهم لا أريد أن تعطيهم هذا نصيحة لأي واحد يريد أن يخصص لها وقت و من اللي يمشي عن الوبتيسين لا يمشي عن الوبتيسين على أساس أن الوبتيسين يريد أن يقوم بولا يريد أن يديه فلوسه لا أريد أن يقوم بها كان شيء أتمينة خيالية يريد أن يضع نصف المانضة دياله فنضادر لا أعرف كيف يقوم بها يريد أن يتكيسوا على المواطن يجعلوا أتمينة معقولة و من غير الأتمينة الجودة و من غير الجودة يكونوا فنانين في الختيار ديالاماتير اللي غير يخدموا بها لا يتبعوش غير الفلوس يعني سبعين في المية ولا ثمانين في المية ما كيهمهم شدش لأنه عار في ناشكين راجع عندهم واحد الكليان رمشي جال خاطره راجع يا إما مصيفة الطبيب خدامه وياه كي دير ليه لاباي دياله يا إما جار رشي واحد من القهوة ولا من طريق ولا من جاره يلا دير تميك رانكا ندير تميك هذا هو كي يخذ حقه ويا إما كي يكونوا ديرين السماصرية ديالهم قدام البيبان ديال الطبق كنت منه كل واحد يلتزم الحدود دياله في أي حرفة اللي يعبر يعبر اللي قطع الجاج قطع الجاج و اللي بيع يبيع أنا كي عودوا لي خلوان أن mug كي يقولوا لي الطبق ديال العينين أنهم أزحام في الضروج و فيه دا وفيه دا وفيه دا وفيه دا وفيه دا وفيه دا كيف عشنا يقدر أنا كي جونه أربعة خمسة ديالك اليان كان عياق أنا وليم مقادرة يعني نعم الاهم في هاد الشي كله انا ما كيعرفوش يكونترولي والجيش طب انا ما كيعرفوش يكونترولي الجيش وش تكونترولي الجيش هي تحط من الضارة تحطها في اللينز ميتر صافي وتخرج لك العبار الكنترول دي الججر عنده عنده القواعد والاسلوب دياله والقراية دياله الكنترول ديال الججر كيبدأ اول حاجة من الضارة في العينين ديال الكليين كتشوفها وش مطابقة وش ليزعق سمتوازين ولا لا انا فو تلقى شي حاجة فيها الخالي لان هذا الججر خصو يتعود كمبليت موت اشترك الان في قناة اشواق عتيفين وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق عتيفي شريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة